موسيقى حياكم الله عزيزان المشاهدين وحلقة جديدة من مرنامجنا رسائل من القلب الرسالة اليوم لها طابع مختلف ورسالتنا اليوم تمس كل شخص ممكن يحب أن ينجح في حياته أو يحب يخطط لحياته والعنوان أصبح واضح عندنا كيفية وضع خطة فعالة وسمات هذه الخطة عشان تكون عندي خطة فعالة صحيحة لا بد أني أنا تكون عندي بعض الأركان أهتم فيها بشكل أو بآخر عشان أوصل لهذه المهمة بشكل سليم يقع على عاتق أغلب اللي عندهم خطط وعندهم مستقبل وعندهم أولويات وعندهم طرح ويلمي للنجاح يقع على عاتق أن يحط خطط سليمة واضحة صريحة تحمل سمات الخطط الفعالة دون أدنى شكل ذلك طيب وشل السمات اللي ممكن تكون الخطة فيها فعالة حط أول ركن ألا هو المرونة المرونة هذه جدا مطلوبة لما تحط خطة لابد تحطها مرينة ما لنا معي شنو مع بيئة هذه الخطة مع بيئة عناصر البيئية اللي موجودة عندك في هالوضع اللي قاعد تشتغل فيه أو في الخطة مالتك أو في الرحلة مالتك أو في خصة النجاح اللي بتشتغل فيها لابد تحطها طبعا وتعتمد على أن هاكي الإمكانيات تتغير لأن الخطة الفعالة إذا كانت على مدى طويل لأكيد أنت تحتاج أن تكون عندك مرونة في إمكانياتك لأن الإمكانات ممكن تتغير اليوم أنا عندي هذه الإمكانية بعد فتحة لا موجودة عندي أو أنا اليوم أتمنى تكون عندها بعدها فترة لأصبحت إمكانياتي أقوى وأفضل بالتالي لابدنا تكون خطتي موالما للإمكانيات اللي أنا موجودة عندي لفي نهاية الأمر لأكيد واحد تصبح عندي قدرة عالية على تطبيق خطة فعالة والمرونة هنيتا العبدور جدا كبير تخيل إنسان قيامر وما عنده مرونة وتغيرة إمكانياته ممكن يتحبط يلغي الخطة بالكامل وينهي مشوار كان ماشي فيه سنة والسنتين والثلاثة وهذا طبعا شيء غير مستحب لأنه يوصلكي أمور أخرى إن شاء الله نتكلم في حلقات أخرى في هالنقطة هذي شوان الإنسان ممكن يتحبط ويتعرض بيعملت الأحباط إذا كانت أركان خطة تغير متكاملة ولا تحمل نوع من المرونة طبعا وفق الظروف المتاحة أزمان تتغير والقضايا داخل الأزمان تتغير والمشاكل اللي كانت تتغير من فترة لفترة إذن الأهم شيء نعرف أنه هناك المرونة عنصر جدا مطلوب في عملية أن تكون عندك سمة للخطة الفعالة وهذه أهم شيء تحطي كلما كانت مرونة كلما هناك أبداء في عملية حل أو تنفيذ هذه الخطة الفعالة طيب الخطة الفعالة لها سمة ثانية كذلك الشمولية في الشيء الشمولية يعني شون أنها تغطي كافة الاحتمالات أنا وضعت خطة لابد أنها تغطي كافة الاحتمالات اللي ممكن تطرع علي وأنا قاعد أنفذ هذه الخطة ليش عشان أكون جاهز واعي مستعيل مولي طيبة ما تكون والله على عيلة وبيكن بدون تفكير لا كل الأركان جاهزة وكل الخطة البديلة جاهزة وكل شيء موجود عندي ومجرد ما أشعر في خل المعين مباشرة أبدل وأحط الإمكانية المتاحة لي وبالتالي أنتقل إلى شمولية هذه الخطة بشكل أو بآخر الكثير يوقف عند هذه النقطة وأثناء الطوارئ وأثناء وجود مشكلة يوقف وما عنده قدرة ليش أنا ما فكرت أنه ممكن يطلع لي هذا الشيء أعتقد أن اليوم تعرضت لي صدمة في أني أنا أحل هذه المشكلة اللي موجودة عندي أو الخطة مالتي أصبحت مهشمة بعض الأحيان والسبب أني أنا ما كان عندي خطة بديلة شاملة ما كنت حاسب للحساب وهذا يرجع أمانة للتنبؤ الجيد فلازم تكون عندك قدرة على التنبؤ الجيد لأركان هذه الخطة يقع الأقلب أن التنبؤ ما يكون عنده سليم ما عنده قراءة جيدة حق إمكانياته المتاحة ولا عنده قراءة جيدة لمستقبل وشنو ممكن أنا أوصل حقه وشنو ممكن أختصر وشنو أقدر أوفر هاو يتقع على عاتقي أنا كشخص عندي الخطة وتحمل مسؤوليتها في ذا ركن الأول المرونة الثاني الشمولية والشمولية باختصار شديد أنك تتنبؤ جميع الاحتمالات والطمارئ وتكون عندك كل الإمكانيات اللي ممكن تحل فيها بأسرع وقت بدون ما تدخل في متاهة أني أنا والله توحقت وما كنت حاسب للحسبة وتعالي انقذوني وبالتالي ما تلقى أحد ينقذك في تنبيض خطتك البديلة رائع جدا أما البند الثالث وهو المهم التنسيق دائما الخطة لها أركان فإذا كانت أركانك غير منسقة وأمورك مو عارفة لنت عارف الأولى قبل الثانية ولا الخطوة هذه قبل الخطوة هذه إذا أنت وقعت في مشكلة رئيسية أنا والله الآن عندي مرونة وعندي احتمالات لكني ما عارف نفذ أي احتمال أول ما نسقت بيني وبين الاحتمالات اللي ممكن أن نفذها الآن ولا ممكن أن أطلع نتائج زين طيب وش الحل ممكن يحصل عندي ازدواجية وبالتالي أدخل في متاهة أخرى بعيدة ومشكلة أصلا ما كانت تتوقع أنك تدخل في مشكلة وانت قد تحل الخطة هذه أو تنفذ هذه الخطة فهني تقع تحت عاتك كل فرد أن يكون عنده تنسيق جيد وما في تداخل ما بين أركان الخطة إلى آخر طيب إذا كان عندنا مشكلة بسيطة جدا وانا معارفة له والآن وصلت لمرحلة المرونة من ثم اشتغلت على الشمولية كانت خطة شاملة وجميلة وتنبؤتي جدا جميلة ونسقت ما بينهم لكن ما كان عندي هدف واضح الخطة اللي حطيتها ما قد ويتوصلني ما أنا عارف بعد سنة سنتين الخطة هذه أنا حطيتها وين رح توديني ومش عارف إذا كانت الوسائل اللي موجودة عندي توالم الهدف العود اللي أنا حطيته هناك ولا أنا ماشي على خطة والنتيجة مالتها ما رح توصلني حق هدفي إذن كلما وضحت الأهداف بشكل أو بآخر أصبحت القدرة أسهل وأسهل والله في ناس بعد أربع سنوات يتخرج من الجامعة قال لك أنا بعد ما تخرجت مو هبت تخصص لحبة طيبة شو كنت تساوي بأربع سنوات تدرس شنو بالضفط كان اختيارك ليش كانت متاهة عندك وكل شيء متوفر ولكن هدفك ما وصلت له وكنت متفوق لكن مش هاب اللي أنا بوصل له إذن كان فيه خلل واضح وصريح فيه هدافك وخصوصا هذا الهدف ما كان واضح بالنسبة لك يوم ما كنت انت قاعد قبل أربع سنوات ومع زملائك ظهرنا شفت الزملاء دشة والله زميلي دش في الجامعة في الهندسة وفلان دش في الهندسة وفلان دش في الهندسة إذن يلا ما تبعد عن زملائي وحتخل معه من دسة لكن من داخلك مو هذا هدفك ما كان هدفك أنك تكون مهندس معماري مثلا كان هدفك تكون طبيب وبعد ما تخرجت وطلعك بعد أربع سنين وكنت متفوق اكتشرت أن كل شيء كان عندك جميل وأن الشمولية كانت موجودة والطوارئ عندك موجودة وكانت تنبؤاتك جيدة وعندك مرونة في عملية التقبل وكنت تنجح وتاخي وتعطي ومنسق كل أمورك ومرتب أمورك ولكن ما كان هدفك أنك تكون مهندس بالتالي مو هذا هدفك كان هدفك طبيب وين رحت انت؟ أكيد وصلت وصلت صح نفذت ولكن مش الهدف اللي أنا بوصل والأمانة هذه المشكلة الآن موجودة والأغلب يقع فيها خصوصا في شباب الشباب والشابات اللي موجودين في سن المرحلة المرحلة الثانوية بعد ما يتخرج يقع في هذه المشكلة تاخذ العاطفة وينتقل مع زملاء في أحد الأركان أو في أحد المواد والتخصصات وهو ما يحتاجها بالتخص أو ما يحبه أو ما يبي ولكن مشت الأمر تسأل ليش دي الشيء؟ قال ربع دي الشعو لأن هذه المشكلة يقع عليها كل فرد ولازم نتبه لها طيب الركن الخامس وهو المهم جدا الأخلاقية يجب أن تكون الخطة أخلاقية فيها أركانه أخلاق لا تكون تعارض العادات والتقاليد والمجتمع والدين لا 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 تكون خطة سليمة واضحة صريحة تحمل على الخلق كامل فيها نوع من التي تحسنها خطة أخلاقية واضحة أركانها سليمة لا تمس العادات لا تمس نتائجها سليمة واردة لا فيها مشاكل لا فيها شك والله أنا أتخرج وأصبح صيدلي وأبدأ أغش في شوف النية أنت بتغش بعدين في الأدوية إذن أنت نية واضحة أنت لا في نية سليمة عندك وأخلاقياتك لا تسمع وذلك نرى أن كل مهنة وخصة بعض المهن هناك أخلاقيات المهنة أو بعض الأحيان يوقونهم على ميثاق المهنة مثلا الحلف مثلا في الطباء يحلفون هناك قسم القضاة المحامين هناك قسم لابد يؤدي القسم في نهاية المطاف ممكن يتعين ويصبح جزء من هذا العمل إذلك لماذا هذا لأنه لابد يربطون موضوع في الأخلاقية نجب أن يكون على خلق سليم في تنفيذ أهدافه وأركانه وأهداف المستقبلية الأركان الخمسة التي ذكرناهم تعتبر من السمات الفعالة لأي خطة كانت وخصصا الخطط التي ممكن أن تشعر أن في نهاية المطاف هناك نتيجة واضحة وصريحة إلى ذلك الكثير يقع تحت عاتقه حل المشاكل ولكن ينسى لازم يضع خطة فعالة سريحة واضحة سهلة بسيطة ممكن من خلالها يؤدي كل ذلك بسهولة وفاعلية ندني في مشكلة رئيسية أثناء طرح أو حل هذه المشاكل أو السمات آسف لحل مشاكل إبداعية وخطط ممكن تكون فعال لحل هذه المشكلة يقع على عاتق الأغلب النقطة الرئيسية في الحلول هذه إنه ما يقدر ما يقدر ما عنده إمكانيات التنبؤ ما عنده إمكانيات يعني الأركان الموجود اللي يخطه فعالة ما يقدر ما عنده ما عنده الأركان هذه مش قادر ينسق مش قادر ينتبه مش قادر يحط الخطط على بعضها البعض الأمور كثيرة وكثيرة وكثيرة ولكن يتعقع على عاتق كل فرد في إنه الأكيد يعني فيه كيفية حل المشاكل ووضع خطط بديلة لها ناجحة فعالة بشكل أو بآخر نراكم في حلق قادمة برنامزنا رسائل من القلب موسيقى